اشتركوا في القناة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه ومن اهتدى بهده واقتفى أثره إلى يوم الدين أهلا وسهلا بكم أبناءنا وبناتنا طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهري نلتقي بكم على خير دائما ومع شرح مبسط لمادة أصول الدين أبناء وبناتي نأخذ فرعا آخر من فروع مادة أصول الدين وهو فرع التفسير نأخذ بعض الآيات من أقوال القرآن وآيات القرآن العظيم نأخذ تفسيرا لبعض المعاني المفردات التي وردت فيها ليس كل كلمة أو كل جزئية نأخذ تفسيرها بل هناك كلمات مفهومة معلومة ولكن بعض المفردات التي وردت التي لا يفهم معناها أو مقصودها كثير من الناس ثم بعد ذلك دروسا مستفادة من هذه الآيات الكريمة وشرحا مبسط للأحكام التي وردت في القرآن العظيم ثم استكمالا وما يدور حول هذه الآيات الكريمة هيا بنا أبنائي وبناتي نأخذ الآيات الكريمة والموضوع العاشر من موضوعات التفسير تحت عنوان من وصايا لقمان الحكيم لابنه من وصايا لقمان الحكيم لابنه قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم نظيم صدق الله العظيم هذه الآيات الكريمة من سورة لقمان وهي تتكلم عن وصايا لقمان الحكيم لابنه ولذلك تدور هذه الآيات الكريمة حول أن الله عز وجل أعطى عبده الصالح لقمان الحكيم أعطاه الحكمة والعلم فكان يهدي بها غيره وبدأ بذريته وابنه من معاني المفردات التي وردت في هذه الآية الكريمة آتينا معناها أعطينا يعني الله عز وجل أعطى لقمان هذه الحكمة لقمان هو عبد صالح على الراجح من أقوال العلماء لأن هناك بعض من علمائنا قال أنه نبي من أنبياء الله عز وجل فالراجح من أقوال العلماء أنه عبد صالح آتاه الله الحكمة كلمة الحكمة المقصود بها العقل والفطنة والعلم والإصابة في القول هذا من معاني الحكمة طبعا الحكمة لها معاني كثيرة جدا لكن أردت أن أختصر لكم معانيها في هذه الكلمات العقل والفطنة والعلم والإصابة في القول كلمة أن اشكر لله الشكر معناه السناء على الله تعالى وطاعته فيما أمر به واستعمال الأعضاء فيما خلقت له من خير يعني الله عز وجل أعطاك اليدين والرجلين واللسان والعينان والأذن والسمع وغير ذلك كل هذه النعم شكر هذه النعم أن تشكر الله عز وجل تستعمل هذه الأعضاء فيما خلقت له في طاعة الله عز وجل في عمارة الأرض في إصلاح الدنيا في إصلاح حال نفسك في إصلاح حال بلدك هذا المقصود من استعمال الأعضاء فيما خلقت له لكن أن تستعمل أعضاءك في معصية الله تستعمل أعضاءك في يعني إفساد الأرض في فساد الحياة التي نحياها هذا من المعاني السيئة التي يعني تسخر من أجلها الأعضاء لأن بعض الناس من يغتر بقوته فيؤذي غيره يضرب زميله في فصل يعني يحطم ويهشم مثلا الأساس المدرسي وبعضهم من يستعمل مثلا لسانه وما أوتي من كلام وفصاحة فيسب أو يشتم أو يستعمل ألفاظه في القبيح من القول أو يستعمل عينه في النظر للمحرمات وغير ذلك من هذه الأمور التي نهى الإسلام عنها وأمرنا أن لا نستعمل أعضاءنا التي خلقنا الله عز وجل خلقها لنا مسخرة وسخرها لنا إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى لأن هذه نعم وشكر النعم أن تشكر نعمة الله عز وجل بأن تسخر هذه الأعضاء في رضا الله وفي رحمة الله وفي رضا الله سبحانه وتعالى على ما عارلك به من النعم ننتقل إلى بعض المفردات الأخرى فإنما يشكر لنفسه أي نفع وثواب شكره عائد له وهو دوام النعمة واستحقاق المزيد منها إذن الإنسان الذي يشكر لنفسه فإنما نفع وثواب شكره عائد إليه فالله عز وجل لن ينال من طاعتنا شيء يعني لو أنت طاعت الله عز وجل طاعتك لا تنفع الله عز وجل وطاعتك لن تزيد ملك الله عز وجل وهو ألابد للمسلم أن يشكر لله عز وجل وشكرك يكون عائده لنفسك وإذ قال لقمان لابنه أي واذكر حين قال لقمان لابنه عندما أوصاه أو حالة وصيته لابنه رضي الله عنه وأرضاه وهو يعظه العظة تذكير بالخير بإسلوب رقيق يرق له القلب لما تعظ أخاك تكون تذكير بالخير تفكروا بالخير تذكروا بالجنة تحببوا في فعل الخيرات فإنما يلين قلبه ويرق لذلك إن الشرك لظلم عظيم الظلم أبنائي وبناتي من أعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله عز وجل تعريف الظلم إيه؟ هو وضع الشيء في غير موضع الظلم أن تضع شيء في مكان شيء لا يصلح له يبقى وضع الشيء في غير موضع وكون الظلم أو كون الشرك ظلما لماذا جعلنا الشرك ظلم؟ لأنه تسوية بين الخالق والمخلوق والمنعم وغير المنعم فكأنك سويت بين الله عز وجل وبين خلقه أشركت به سبحانه وتعالى وهذا نوع عظيم من أنواع الظلم أن تجعل عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويدخل الحمام تجعله إلها أو تجعل حجرا وثنا لا ينفع ولا يضر أن تجعله إلها أو تجعله شريكا لله عز وجل في ملكه فهذا من الظلم الشديد أن تجعل الله عز وجل شريكا الله عز وجل يقول في الحديث القدسي بيني وبين عبادي أمر عظيم في معنى الحديث أخلق ويشكر ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم في النعم بالنعم وأنا غني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي نعوذ بالله من ذلك الله عز وجل يخلقنا ونعبد غيره يرزقنا ونشكر سواه هذا من الشرك الظلم لأن هذا ظلم عظيم الإنسان لو أعطيته حاجة لا يستحقها فأنت ظلمته وظلمت غيره الإنسان لو وضعته في مكان لا يستحق فأنت أيضا ظلمته وظلمت غيره فكذلك لو رفعنا منزلة الظلم وجعلنا منزلة عظيما للظلم هو أعظم مكان للظلم هو الشرك بالله عز وجل أيضا أبنائي وبناتي من معاني المفردات التي بيناها وضحنا أن هناك معاني عظيمة لمعنى الظلم ومن أعظم معانيه الشرك بالله عز وجل الشرح والبيان لهذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى في هاتين الآيتين أنه أعطى عبده لقمان الحكمة وهي التوفيق إلى العمل بالعلم والفهم وشكر الله عز وجل وحمده على نعمه وأفضاله وحب الخير والنفع انظر هذه النعم التي عددها القرآن العظيم على عبده لقمان أولا التوفيق إلى العمل بالعلم والفهم ثانيا شكر الله وحمده على نعمه وأفضاله ثالثا حب الخير والنفع للناس وكذلك أيضا دليل على أن لقمان عليه السلام هداه الله إلى المعرفة الصحيحة من غير طريق النبوة يعني لو نمشي مع الرأي الراجح الذي قال أن لقمان عليه السلام عبد صالح وليس نبيا فالله عز وجل أعطاه حكمة وبيانا للقول ومواعظ وعلما وفهما وإن لم يكن نبيا فهناك خلق من خلق الله عز وجل ليس بأبن الأنبياء وليس مرسلين ولكن الله عز وجل استفاهم فجعلهم أولياء هناك أولياء الله عز وجل في الأرض ليس بأنبياء ولا يوحى لهم ولا يأتيهم ملك ولكنهم أولياء الله عز وجل من قربهم إلى الله عز وجل يرون بنور الله يرون بهدي الله يسيرون بهدي الله يتكلمون بما أراد الله عز وجل لهم من خير وتوفيق فهؤلاء هم عباد الله أولياء الله الذين قال الله في حقهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طبعا هذه الولاية لا تأتي عن جهل ولا تأتي عن قلة علم وهذه الولاية لا تأتي عن ترك الإنسان للطاعة ولا تركه للصروات ويقول لك أنا ولي وإنما الولاية تأتي بالفهم والعلم والتقرب من الله عز وجل ورضى الله عز وجل حتى لقمان عليه السلام لما أراد أن يعظ ابنه بدأ معه بالعلم بدأ معه أن يوصله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثم وصاه بوالدي وصاه بنفسه وصاه بالصلاة وصاه بالزكاة وصاه بعدم الكبر وغير ذلك من قصة لقمان عليه السلام التي أصيكم أبنائي وبناتي أن تقرؤوها وتطلعوا على مواعظ وحكم لقمان الحكيم عليه السلام ننتقل لمسألة أخرى من مسائل هذا الدرس أن من يشكر الله عز وجل على ما منحه وأعطاه فيطيعه ويؤدي فرضه هذا الإنسان هو يكون شاكر لنعم الله والذي يعود على النفس أبنائي إذا شكر الله عز وجل الذي يعود على النفس من هذا الشكر يحقق النفع والثواب لنفسه وينقذها من العذاب لأن شكرك وطاعتك لا ينفع الله سبحانه وتعالى ولا يزيد في ملك الله الدليل قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها إذا شكرك وعملك الصالح يكون طاعته ومنفعته لنفسك وإساءتك أيضا تكون وبالها على نفسك وقال الله عز وجل ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون إذن أنت تمهد بعملك الصالح لرضى الله سبحانه وتعالى أنت تمهد بعملك الصالح لنجاتك من الآخرة وعذاب الآخرة لفوزك وسعادتك في الدنيا وفوزك بالآخرة بالجنة كيف يكون جحود الإنسان لنعمة الله عز وجل يكون جحوده بأن يشرك بالله غيره ويعصي أوامره في هذا إنسان جاحد لنعم الله سبحانه وتعالى والذي يعود عليه بسبب هذا الجحود فإنه يسيء إلى نفسه ولا يضر ربه فإذن أنت من أسأت إلى نفسك وأنت بجحودك وأنت بشركك وأنت بمعصيتك أسأت لنفسك في الدنيا وفي الآخرة لا ينفعك هذا الشرك ولا هذه المعاص وإنما تضر نفسك ولا تضر ربك قول الله عز وجل غني حميد أي أن الله تعالى غني عن عباده وشكرهم ولا يتضرر بذلك فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية وهو المحمود في السماء والأرض بلسان الحالي ولسان المقال وإن لم يحمده أحد من الناس حتى وإن لم يحمده أحد من خلق الله عز وجل فإن الله عز وجل هو المحمود في السماء والأرض موعزة يجب أن يتعلمها الإنسان من لقمان عليه السلام عندما وعظ ابنه حرصا عليه لأن الأب دائما يحب ابنه وهو أشفق الناس عليه وهو أشفق الناس عليه فلقمان يعظ ابنه وصيته لابنه من أعظم الوصايا التي وصى لقمان لابنه يا ولدي أعبد الله ولا تشرك به شيئا فإن الشرك أعظم الظلم السبب في أن الشرك أبنائي وبناتي أعظم الظلم لماذا كان هذا الشرك أعظم الظلم لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى فصرف العبادة إلى غيره ووضع لها في غير موضعه هذا من أسوأ وأعظم أنواع الظلم وهو الشرك بالله كونه أعظم الظلم لتعلقه بأصل الاعتقاد ليه جعلنا أعظم الظلم لأنه يتعلق بأصل الاعتقاد وتسوية بين الخالق والمخلوق والمنعم وغير المنعم اللطائف التي وردت في هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل غني حميد هذه صيغة مبالغة صيغة مبالغة لأنها على وزن فعيل أي كثير الغنى وكثير الحمد سبحانه وتعالى كذلك النداء في قوله سبحانه وتعالى وهو يقول يا بني يا بني بهذه الصيغة للإشفاق والتحبب شوف الإبن يعني لما يسمع أبوه وقول له يا ابني يا ولدي يا حبيبي هذه موعزة تجعل الإنسان يتقرب ويتحبب ولذلك أنت أخي الطالب وكل من يسمعنا إذا أردت أن تعرض غيرك لا تبدأ بمضرته ما تقوله أنت يا فلان أنت يا كذا أنت ونبدأ بالشتيمة وهذا خطأ لكن إذا أردت أن تصل بموعزتك إلى قلبه فتحبب إليه أولا شوف لقمان بيقول له ابنه بيقول له يا بني يا بني وهذا من قمة الشفقة فإنت لو تريد أن تنصح أخاك فقل له يا أخي في الله يا حبيبي يعني تبدأ بهذا النطف وهذه المعاملة الطيبة فتصل إلى قلبه ثم بعد ذلك تلقي ما تلقي لأن الموعزة ممكن تكون شديدة ممكن تكون قاسية ممكن تكون صعبة وبعض الناس لا يقبل الحق في أول أمره فعندما تفتح قلبه بهذا النداء اللطيف يا أخي في الله يا حبيبي يا أستاذي يا هذا اللطف منك فإنك تقرب قلبه ثم بعد ذلك تعظه ما شئت من المواعد هذا نتعلمناه من أدب القرآن العظيم لما لقمان ينادي ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وبدأ لقمان يكرر يا بني أقم الصلاة يا بني وهكذا لقمان عليه السلام مسألة أخرى من مساء الآيات التي أردنا أن نوضحها يستفاد من هذه الآيات العظيمة أن لقمان كان حكيما ولم يكن نبيا سواب طاعة العبد لنفسه وضرر معصيتي على نفسه أيضا كذلك مما يستفاد من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه إنما طاعتك لنفسك ومعصيتك على نفسك اتخاذ شريك في العبادة مع الله سبحانه وتعالى ظلم عظيم بل هو من أعظم الظلم لله عز وجل هذا هو ما دار في النص العاشر من نصوص التفسير المقرع عليكم في هذا الفصل الدراسي الثاني ننتقل إلى نص آخر وآيات كريمة عن أوصاف القرآن وهو الموضوع الحادي عشر تحت عنوان أوصاف القرآن الكريم هيا بنا أبنائي وبناتي نقرأ هذه الآيات الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم سرق الله العظيم هذه الآيات من سورة فصلك تتكلم عن معجزة الله الخالدة وهي القرآن العظيم ما تدور حوله هذه الآيات الكريمة الآيات تتكلم على أن القرآن العظيم هو كتاب الله المحفوظ من التبديل والتحريف والله تعالى يعيد المكذبين به بالعذاب الشديد والآيات تشير أيضا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى والتكذيب كما تعرض السابقون من المرسلين وإلى أن الله عز وجل يغفر للمؤمنين ويعذب هؤلاء المكذبين ننتقل إلى معاني أخرى من معاني المفردات أولا كلمة الذكر المقصود بها في هذه الآيات القرآن لأن الأصل أن كلمة الذكر تطلق على القرآن والسنة وما تذكر به غيرك لكن إذا ذكرت كلمة الذكر هنا في هذه الآيات إن الذين كفروا بالذكر هو القرآن عزيز يعني منيع لا يمنعه إبطاله ولا تحريفه ولا الإتيان بمثله من عند البشر منيع لا يمكن إبطاله لا يمكن لأنه عزيز لا يمكن إبطال القرآن ولا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لن يأتوا بمثله ولا كان بعضهم لبعض ظهير كذلك من بين يديه ولا من خلفه يعني من جميع الجهات سواء الأخبار الماضية أو الأحكام التشريعية أو الأمور المستقبلية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكل ما أخبر به القرآن من الأخبار الأمم السابقة أو الأحكام التشريعية التي فرضها على أمتنا أو الأمور المستقبلية التي تحدث في المستقبل من عالم الغيب وقيام الساعة والأمور التي تحدث بعد نزول القرآن فهذا أيضا يبين القرآن العظيم أنه وضحه في كتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد حكيم يضع الأمور في موضعها الصحيح وكلمة حميد أيضا هي من أسماء الله الحسنى الحميد وهو يحمده جميع خلقه بكثرة نعمه عليهم سبحانه وتعالى عقاب أليم يعني مؤلم للكافرين الذين كفروا بالقرآن العظيم هيا بنا أبناء وبناتنا ننتقل إلى توضيح وتفسير الآيات القرآن العظيم من البيان والتفسير من الآيات التي تليت عليكم في بداية حلقتنا ما الذي تحمل هاتين الآياتين الكريمتين تحمل تهديدا للكافرين الذين كفروا بالقرآن وكذبوا به ووعيد لهم بالعذاب الشديد الأوصاف التي وصف بها القرآن أو التي وصف الله بها كتابه في هذه الآيات الكريمة أولا أنه كتاب عزيز منيع محفوظ بحفظ الله تعالى له من كل تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان فهو محفوظ من كل هذه الجهاد ثانيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا من جهة لفظه إذن القرآن لا يأتيه باطل من جهة لفظه ولا من جهة معناه لأن الله تعالى تكثل بحفظه وحمايته كما قال تعالى في القرآن العظيم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وقيل لا تخالفوا الحقائق المعلومة أو التي تكتشف مستقبلا يعني كل الحقائق التي أثبتها العلماء وافقت القرآن العظيم يبقى إذن القرآن أخبر بها منذ أكثر من 1400 سنة ثم جاءت الحقائق العلمية تثبت أن هناك كواكب وهناك نجوم وهناك خلق الإنسان والأرحام والغيض وما تقر الأرحام وبصر الإنسان ونظره وغير ذلك حتى لما الله عز وجل تكلم عن الحيوانات أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وغير ذلك من الآيات الكونية والمخلوقات التي خلقها الله عز وجل وذكرها في القرآن العظيم كل ذلك لم يخالف صحيح القرآن ولم يخالف أي رفظ من ألفاظ القرآن العظيم لما الله عز وجل قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إذن العلماء يكتشفون أن هناك البعوض فوقه بعوض آخر يعيش فوقها وفوق جسمها القرآن قال ذلك من آلاف السنين جاء العلم بالحقائق العلمية يثبت أن القرآن العظيم قوله حقيقة وقوله سط لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يخالفه الماضي ولا يخالفه المستقبل ولا تخالفه الحقائق العلمية الصحيحة لا تخالف القرآن العظيم ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل التفسير أن هذا الكتاب منزل من عند الله الحكيم في أقواله وأفعاله المحمود على نعمه سبحانه وتعالى التي من أعظمها من أعظم نعم الله عز وجل تنزيل القرآن فهو تنزيل من حكيم حميد النعمة العظمى والرحمة الكبرى الذي بين للناس طريق الهداية وحذرهم طريق الغواية والضلالة لأنه تنزيل من حكيم حميد الله تعالى وحده هو الذي يفرج الهم والحزن في قوله سبحانه وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك هذا خطاب للنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكل داع يسير خلف رسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له في القرآن فلا تحزن أيها الرسول الكريم ولا يضيق صدرك من الأقوال الباطلة التي يقول هؤلاء المشركون في حقك وفي حق الكتاب الذي نزل عليك هذا ما يقولونه إنما قالوه للأمم السابقة قالته الأمم السابقة لأنبيائها عندما كذبوا رسلهم واصبر يا رسول الله يا محمد يا رسول الله يا رسول الإسلام اصبر على أذى قومك لك وكل داع يسير في طريق نبينا محمد نقوله اصبر على أذية هؤلاء المدعوين رابعا اعلم أن ربك سبحانه ذو مغفرة لأنبيائه وأوليائه والمؤمنين ولمن تاب إليه وذو عقاب مؤلم لمن استمر على كفره ومات على ذلك ولم يتب نذكر اللطائف التي وردت في هذه الآيات الكريمة أولا قول الله عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هذا تهديد ووعيد للمكذبين بالقرآن ثانيا في قوله سبحانه وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك هذا تسلية يعني تصبير للنبي عليه الصلاة والسلام لما أصابه من أذى قومه هناك لطيفتين من اللطائف التي وردت في هذه الآيات الكريمة التهديد الذي ورد في قول إن الذين كفروا بالذكر والتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام في قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ننتهي من تفسير هذه الآيات بشرح مبسط وتوضيح لما ترشد إليه الآيات الكريمة حفظ القرآن من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان وعد إلهي صادق ثانيا تنزيل القرآن من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين ثالثا إنما تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى والتكذيب تعرض له أيضا الأنبياء والرسل السابقون فلا بد من الصبر على الأذى وتحمل الإساءة التي ترد من هؤلاء المكذبين أخيرا من تمام عدل الله تعالى مغفرة زنوب المؤمنين التائبين وعقاب الكافرين المكذبين بذلك أبنائي وبناتي نكون قد يعني وضحنا بعض التفسيرات لهذه الآيات الكريمة التي ذكرت في حق القرآن العظيم وأنه نزل من عند الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يسلي نبيه ويصبره وعلى ما أصابه من أذى قوم هؤلاء المكذبين نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمن أن ألقاكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته